سلاف عندنا دائما مهنة الفن أو الإعلام ما مأخوذها بشكل جدي يعني دائما ينشر حد شيء بالسوشال ميديا عليك شو عاله فنانات ثانيات أو مقارنات مثلا شوفوا سامي قفطان يصعد كيه وسلاف أحدث سيارة أحب السؤال هذا منتظرته هاي هو يا سامعته ليش هاي المقارنة دائما وليش ما مصدقين أنه ممكن ممثله تصنع نفسها وتتعوى عن نفسها كلش بتجد منتظر هذا السؤال عفيا عليك إنه سألته والله شوف ساري أكفت شغلة كلش مهمة أول نقطة الدنيا تغيرت الجيل تغير الوضع تغير وهواي أمور تغيرت الناس عندها شغلة عمل فقط أنه تفكيرها أكل بعض يعني واحترام التقديري لهواي ناس بعض من الناس تفكر تفكير سيء بالفنانة أنا ما لي علاقة بكم شخصية طلعت بمواقع التواصل الاجتماعي أو سفها تنفسها أنه أنا أتحمل مسؤولية أو غيري أتحمل مسؤولية كم وحدة طلعت وساءت النفس أنا ما أتحمل مسؤولية أنا صاري إذا تريد تحسب من الفين من الف وتسعمية وثمانة وتسعين لالفين وثلاثة وعشرين كم سنة خمسة وعشرين؟ خمسة وعشرين؟ ستة وعشرين خلسة وعشرين هي تشي تقريبا يعني هل من الممكن أنا هاي السنين كلها ما قدر أطلع ثمرة شغلة تعبد بها سنين طويلة يا مليالي تأذيت من مرضي يا مليالي أطبيت لتة يام ووصلت مرحلة الأعيام من وراء لقيت منايمة يا مليالي أنه أنت تطب تصوير وتسافر على غير جيه وترجع نفسه اليوم وتخلص تصويرك من غير دولة والطب هنا يا مليالي شدوا ياك يا مليالي حرق أخباقه وملابسك ما التصوير حتى لا تصور وتوقع بورطة ويا الشركة الانتار وواية أمور هذه كلها ما محسوبات زيان نيجي إذا أنا أريجي أحاجج أي واحد يجي يقول لي سلاف ميل أنا من ثلاثة وعشرين بالوسط الفني لحد هاي السنة نقول خمسة عشر ستة عشرين سنة بالإضافة أنه أنا عندي شغل آخر عدل الفن أنه أنا سويت لي مشروع صغير مثل ما يقول نسترزق من عنده والحمد لله والشكر وخافي يجي كم واحد أنه فلان أو فلان العدة دليل والعدة شي يجي يطرحها يطرحها زي ليش عموما نجي أنا راح أقول لك هو أنا جايت لك بالسؤال ولحتي زال من هذا الكلام من هذا الكلام هواي ناس ما قاعد تفهم أو ما قاعد تستوعب أكوية عندنا فنانين كبار بالعمر أسماء لامعة وفنانين اللي ما وصلوا إلى مرحلة النجومية كانت في وقتها قناتين قناتين بس العامة والقنات أخرى منوعة بس أذني هزا شم قنات عندنا إذا تريد تحسبها هواية عشرات هواية قبل كانت عدد الشركات الإنتاج شركتين إلى ثلاثة إذا ما قلنا وحدة قول ثلاثة هزا كم شركة تنتاج هواية عليك نور قبل قناتين وبرنامج واحد كم شركة وكم برنامج إذا ريد نعددهم هواية طبعا قبل إعلانات قليلة هزا إعلانات هواية مثل ما المعلن يعلن بقناة على شاشة هزا إعلانات هم شخصية معروفة هاي منتي من عندها قبل ما لحق أنه يلم نفسه شي لحقية قناتين والوضع أيضا كان حصار والحصار يختلف اللي أخذ المرض ويعدنا فنان أخذهم من المرض ما قدروا يشتغلون أو قلة اجتهاد احنا ليش نكذب عن نفسه هو دا أقولك وحدة وحدة اللي أخذ المرض وما قدر يكمل شغله وفلوسه كله على المرض ماكو أي واحد يطلع ويقول أنا مريض يعني يشوفه يستصعيم صعب عليه صعب عليه صعب عليه يقول أنا مريض ما يريد بأي نفسه أنه هو مريض أكو من عدم أنه يدبر أموره أنه يلا اليوم أيومنا يعيش أشلوم ما كان فلوس جدت هنا أنا أنا أعرف شخصية وهو قعد بيده فلوس ملع مال وشغل والتزام الخارج عنده حتى شغل خارج أيضا تجارة وهو قعد بوقتها قلت له لم لم أنت اليوم بحيلك باشر عقبة قاعد بفراشك ما تقدر تتحرك للحمام وتكرمون ما لم أخذ الدنيا بيشي ووقع ووقع مو ووقع هذا الوقع بس يعني مبين عليه